يبدو أن الوجه الجيد الذي ظهرت به سيدات الجزائر في العرس الإفريقي بكينيا قبل أقل من شهر واحتلالهم للوصف خلف سيدات كينيا سمح لهن بالضمان مقعد في العرس العالمي المقبل باليابان المستوى الذي أبانت عنه سيدات الجزائر لم يكن نفسه الذي بصمت عليه زميلة فاطمة عكازي إذ وبرغم تمكنهن من التحليق عاليا في أول مباراة أمام الأستراليات والفوز بها بثلاثة أشواط لشوطين إلا أن الشبلاية الإيطالي لم تتمكن من المواصلة على نفس النسق وانهزمنا أمام المكسيكيات في ثاني خرجة لهن بالشوطين لثلاثة ثالث مباراة والأخيرة كانت أمام الكينيات اللواتي يعرفنا الجزائريات جيدا ولواتي يعتبرنا الحصان الأسود في هذه الدورة بعد فوزهن على كل من المكسيكيات والأستراليات لكن سيدات الجزائر أسلنا العلاقة الباردة للكينيات وكانت قريبات من تحقيق فوز كان في المتناول بعد أن آلت المباراة إلى الشوط الفصل والذي تمكنت الكينيات من حسمه لصالحهن بصعوبة بالغة بوقع خمسة عشر لثلاثة عشر إصابة أنها فضل دوشق اصلا لدينا ووز تعالي من جيد قرارة إنه نحن دائم لا يستطيع القرارة وهذا والذي هو بالفعل ما زالت عقلي前 لكينيس يعتبرنا لكي يتطلق لنا لأمشارات عشرين وتعرف الأمشارات والذي هو بنفقر للت��� اشتركوا في القناة